موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم سادة المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج الشاهد وهي الحلقة الخامسة والثلاثون مع الدكتور محمد يوسف المجريف أهلا وسهلا بك دكتور معنا في الشهد دكتور بعد حصولكم على الأسلحة من العراق بعد الموافقة نعم نعم أثر الموافقة من قبل التي أعقبت لقاءك بالرئيس العراقي صدام حسين في حينها بدأتم التفكير أو البحث في وسيلة نقل هذه الأسلحة إلى السودان حيث كانت معسكرات التدريب والتخطيط لتنفيذ العمل التالي كيف أمكن لكم نقل هذا السلاح؟ أثناء هذه نفس الزيارة جاءني الإخوة العراقين وبلغوني أن الأسلحة التي طلبناها كلها جاهزة وكل أنواحها وصنوفها بدون استثناء يعني في ذلك كمية هائلة من المتفجرات فقالوا أنها جاهزة بس أنها علاقات بيننا وبين كما تعلمنا علاقنا بيننا وبين الإخوة السودانية المقطوعة ونقشى أن هم يرفضون استلام الطائرة أو نزول الطائرة أن تصل إلى هناك والأمر محفوف بمخاطره بخاصة أننا سنمر عبر بعض الأجواء الطائرة بدون أخذ تصريح من هذه الدول منها السعودية ذكروني هذا فمشكل الأمر فأنا وجدنا روحنا في حيرة اتصال أيضا بالإخوة السودانية كان متعدر للتفاهم معهم في جهة فقلت لل أنا تصورت أن الإخوة السودانية فهمين العمر ومع أنهم مش مانع من حيث المبدأ وبالتالي كنت مطمئنين لأنهم فقلت لهم ماذا يطمئنك منكم أني أنا أركب في الطائرة مع هذا مع السلاح فقالوا والله هذا حل وفعلا كان المفوض العسكري كان عندنا مفوضين عسكريين في الجبهة بعد استشهاد الشهيد أحمد حواس لهم الأخ فتحي زيدان اللي هو استشهاد أخيرا في بنغازي فقلت لهم خلاص أنا والله أخذ فتحي زيدان سنركب مع السلاح مع الكلية هذا السلاح وفعلا كانت طائرة مدنية ومتشالت منها كل الكراسي كل طبعا لم تكن طائرة شحن عسكري لم تكن طائرة طائرة مدنية وكان كل ما لذ وطاب من الأسلاح ومتفجرة تم تهيات الطائرة بحيث يتم نقل نعم السلاح كل على متنها على متنها وفي رحلة غير مسجلة غير مسجلة وكنتم على متن هذه الطائرة وكان لو أي أبسط حادث يحصل لهذا كانت تمزقنا كل لا يبقى مننا أثر إطلاقنا فركبت فيها توكلت على الله أنا وأخي مرحوم فتحي زيدان تصلت بالسلطات السودانية لتبلغهم بهذا الأمر بنياتكم القدوم على متن طائرة عراقية تمت من خلال يعني مصلحة الطيران بينهم الطيران طبعا موجود تواصل بينهم فعطوها الإذن وركبنا في الطائرة توكأننا على الله وركبنا في الطائرة وبحمد الله وصلنا الكامل وطبعا ذهلوا الإخوة السودانية لكمية السلاح اللي كانت موجودة فيها كل ما أنواع الأسلحة بنادق القناصة صواريخة ميلان كل المتفجرات كل العتاد فبحمد الله طبعا تمت هذه المسألة وصلنا هناك فهذا طبعا صورة من صور الدعم الغير العادي اللي شفناه منها وأيضا التفاهم لأوضاعنا وإظهار مرونة غير عادية فشكرناهم طبعا المستوى العالي لهذا الدعم واضح حتى من خلال مثلا العقاد المجلس الوطني في بغداد طبعا وهذا بعد هذا طبعا الكلام هذا في ما ذكرت حضرتك في نوفمبر ديسمبر 84 في آخر ديسمبر في آخر ديسمبر 84 بداية 85 كانوا وفقونا أننا نعقد المجلس الوطني دورة الثانية له دورة العقادة الثانية في بغداد واستمرت هذه ثلاثة أيام وكانت عاصمة بغداد على حسابنا يعني تحركوا فيها وتنقلوا فيها وكان حراسة كاملة وبشكل بشكل مشهود وظاهر يعني واضح ف أيضا هذا طبعا الإذاعة كانت في فترة أيضا تفقنا في ذات هذه الفترة كانت تبث من بغداد في أبريل الإذاعة في أبريل 85 أبريل بعد البعض نحن مازال نظام الرئيس نوميري مازال قائم في السودان و ما بدأتش الإذاعة إلا بعد سقوط سقوط طبعا كان في أبريل 85 بعدها انتقلنا بالإذاعة إلى لكن حصلت جملة طريفة أو حالة طريفة جدا في هذا في خلال هذه المدة الثلاثة أيام كان عدل عدل اللي حاضر كان عدد ضخم يعني أكثر من أعتقد مئة وثمانين من شخص يعني مئة وثمانون عضو من أعضاء الجمهة ليس من أعضاء الجمهة بس كان عندنا تقليد أرسناها من البداية ودعوة الإخوة في فصائل المعارضة الأخرى فأنهم يحضروا ويشاركوا في أعمال كان هناك من يحضر وحضروا نعم في هذا الملتقى بالذات وهذه الدورة بالذات حضر عدد طيب من الإخوة من مختلف الفصائل الأخرى هذا كان يضيف حضوره أعضاء من فصائل معارضة غير الجبهة لنعقاد دورة طبعا لا يحضرون كل دورة يحضرون في الجمسة الافتتاحية فقط لكن أعمال خاصة بأعضاء الجبهة لا يحضرونها فهي مسألة تشريفية وكان طبعا هو تعبير عن مد اليد للقاء وفعلا في هذه الدورة بالذات كان فيه لزنيا شكلت من قبل بين فصائل المعارضة ما فيها الجبهة لمثاق عمل شرف للتنسيق ما بين كافة الفصائل المعارضة وتولي التقرير اللي قد قامت به اللجنة فكان هذا هذا أمر طيب يعني الحاجات الطريفة اللي حصلت أن أول أول مسألة طريفة كان الإخوة اللي جو بس بعض الإخوة اللي جو بس سودان كان جو لحد الطائرات وأحد كان جاء مع مسدس طبعا بلد هذا الوقت طوارف كله فاكتشف تفتيش تفتيش اكتشف المسدس فشاني لأحد الشخص مسؤول فقال لي شوف ما عدك جميع شعملين يمين مع مسدس يعني شعيزين عايز يحمي بي هنا يحمي بي يحميك بي الطريفة لما اكتشفوا هذا الموضوع السلاح فقالوا كيف تجيب السلاح قالهم هذا أنتم الأسلحة اللي عطتوها لنا فرد عليه الأخونا العراقي قال لهم عطيني صواريخ كان ممكن جيب معك صاروخ لأن عطيناك هذا السلاح فكان هذه واقعة من واحدة الواقعة الأخرى الطريفة يدل لأنك في مرحل كل في مرحل التعلم واحد منهم من الأخوة الحاضرين يتتصل يتكلم مع أحد المرافقين لنا قال له والله أنا نبينزور قبر الشهيد بقر الصدر الشهيد بقر الصدر هذا كان قد أعدم خلال سنوات سابقة يعني حالة من الغفلة غريبة فجاء يندي بالرشق لقد جاء سهلا بعدين كان أعتقد ووقف ثالث حصل كانوا متفاهمين معكم جدا لا بعد حدود أيضا كان عندهم موضوع يعني أعطاهم مبلغ مالك لأحد العراقي بداتها العسميين يعني شيء يفهم منه أنه رشوة ورشوة طبعا بالنسبة لأرب أمر مرفوض رفض غير عادي وموقف منها من المحرمات من المحرمات عندهم وأحد أعتقد أحد في تلك الفترة كان في وزير صحة سابق بارزين حتى يمكن من الحزب يعني أعدهم بسببه كان وزير صحة وأعدهم بسبب أنه كان يتقاضر شوي طبعا كان مضاع وكانش فيها مع أي تساهل لم يكن النظام العراقي في حينها يتهاون في مثل هذه أطلاقا المهم أن أحد زملانا كان جاي من أمريكا وعندنا معروف عنه كنوع من البلاهك وعايز يكلم أهلا بالتلفون فيبدون طبعا التصال الخارج كان ذلك فترة متعدر فجال أحد المرافقين بتاعنا وقال والله أخذ مبلغ هذا رجعني ساعدني في موضوع فجال كان يمكن يجي نفسه في السجن محاولة رشوة أو محاولة رشوة فهذه بعض يعني هم لم يكنوا متفاهمين فقط أيضا كانوا صبورين الآن بعد الحد الآن بعد الحدود الحقيقة بعد الحدود جزاهم الله عنا كل خير جزاهم الله عنا كل خير أيضا عندما وقع الانقلاب على النوميري في السودان وانتقلت الإذاعة إلى بغداد كان هناك نوع من الدعم دعم كامل في مسألة التأسيس لإذاعة المطلقة من بغداد خصصونا المباني الكافية وإقامة الإخوة الفريق اللي جاء انتقل من السودان لاستناف العمل الإعلان كان فيه تغطية كاملة لكل احتياجاتنا وهذا من حسن حظنا استطعنا أن نستانف بث الإذاعة خلال فترة سريعة بالتأكيد بالنسبة للقذافي هذا له مدلول وهذا كان في حساباته كان أحد مطالبة كان أحد المطالبة دائما هو إيقاف هذا الصوت أنا أقصد قدرتكم على استئناف البث من دولة وكرة نعم لا في شك في هذا لكن على الجانب اللوجستي دكتور من ناحية الحركة كيف استطعتم استئناف العمل بعد الانتقال من السودان إلى العراق بهذه السرعة هذا أولا تأكيد هذا يرجع مرة ثانية أخرى وثالثة وعشرة للعزيم عزيمة الرجال وإصرارهم على مواكبة العمل واستبرار فيه هنا نتحدث عن استئناف عمل ليس فقط على مستوى العمل الإذاعي أيضا العمل العسكري هذا العسكري أيضا كان هذا واحد من الحاجات شكرا على التنبيه لهذا الموضوع وهذا برضو حصلت واحد يتطريف لكن الناس من عوده فصبق أني أشرت لها أعتقد اللي هي كان أعطونا الإذن والترحيب بالتمكين الشباب من يمتحك بدورات متقدمة عسكرية بعد أن انتقل الفدائي الجبهة إلى بغدال لكن قبل هذا كيف استقبل الشباب الجبهة مسألة أو خبر الانتقال إلى العراق بالنسبة للمسط بالعكس بكل ترحيب لأن كانوا طبعا أو خاصة أنهم فعلا بعد السودان انتقلوا مباشرة للمصر بعائلاتهم بأسرها انتقلوا فقط لإقامة مؤقتة في مصر بس لأن ظروفهم ما تسمعوا وأيضا ما كانش بإمكاننا نحن نحصل على نفس البرنامج نفس كانت حال التوقف مؤقتة يعني نرد بهذا الأمر فكان طبعا فكان رحبوا بيها ترحيب طيب يعني خاصة عارفين أن خاصة شافوا خلال حضورهم في المجلس الوطن في دورة العقادة شافوا الكرم والطريقة العراقيين والطريقة اللي عملنا بها يعني فأيضا قلت وفروا لكم برامج تدريب عسكري عسكري نعم فكان المجموعة اللي كانت موجود مستعدة كانت من السودان طبعا بعض منهم كانت في السودان فضم كنا جيت نضع في الترتيبات مع الإخوة المعنيين في الجبهة فعلى أساس أن ينتقلوا إلى السودان إلى إلى بغداد فرحبوا بها طبعا من ناحية كقيادة الجبهة اللجنة التنفيذية والمفوضية العسكرية رحبوا بهذا العمر وعلى أساس أن جيت جاهزينهم للسفر إلى بغداد فأسلم عليهم فنتحدث معهم فأحد الإخوة تغمد الله برحمة الله سعدها استشد في توفي في تشاد في سنة التالية في 86 كان أسمها الله يرحمه الصادق القروش صاحب شخصية دمثة وخلوقة وأيضا صاحب موقف قال لي إن شاء الله جاهزوا رواحكم للحفيلة جاهزوا رواحكم للذهاب إلى بغداد فعلى أطول قال لي إن شاء الله المرة جاي ما تقول نش جاهزوا رواحكم تذهبوا لإسرائيل بنوع من المداعب ونوع من يعني هو طبعا يغمز بموضوع الصورة عن النظام الأراقي بأنه يعني فيه استبداد وفيه ظلم يعني فيه شبه بنظام القذاة نعم مع الفارق الكبير مع الفارق فيه شبه بعض الشبه نعم كيف تلقيت انتهى فالمهم أنا قلت له يا أخي الكريم إحنا الجبهة اسمنا الجبهة الوطنية لإنقاذ الإبناء ليست لإنقاذ الأمة العربية لو تقول لي هذه الجبهة وهمتها إنقاذ الأمة العربية نقول لك مش ما نقولش فيها أمين عام مش هنقبل نكون فيها عضب وهذه مقولة تكررها في أكثر من حالة نعم تأكيد لكن لو كملت المقولة هذه بكلمة أخرى بالتأكيد أن أمتنا تحتاج إلى إنقاذ وتحتاج إلى لكن هذه ليست مهمتنا مهمتنا إن شاء الله لو قدر الله سبحانه وتعالى واستقامة الأمور في بلادنا وخلصنا من الطاغ سنسهم سنسهم طبعا بس بالطريقة الصحيحة وطريقة المشروعة في محاولة إصلاح أوضاع بقية أمتنا العربية لكن لست من هذا الموقع هذا الموقع أنا يذوب حتى حصل فترة فترات بالمناسبة طريح طريح مشروع من قبل بعض فصائل معارضة على أساس أن ندخل كلنا في ندخل في المعارضة العربية دير تلاف دير تلاف فعلى أساس دعينا من قبل أحد الحرافة قلت له يا أخي كريم نلاحق من قبل نظام واحد لو ندخل في هذا سنبقى ملاحقين من كل هذه الدول العربية ومش حننجع في إسقاط أي نظام من هذه فرجاء نعرف يجب نعرف قدر أنفسنا ونكون واقعين هنا تستغرب من طلقات التفكير في مثل هذه تستغرب فأنا تستغرب نوع من الخيال نوع من الأحلام البعيدة عن الواقع وعن التحقق لكن ملاحظة أو دعني يقول ربما استهجان هذا الشخص لمسألة الانتقال إلى العراق على اعتبار أنه في العراق نظام استبدادي فيه نوع من الشبه مع النظام القدافي الذي أنتم تسعوا لإسقاطه وتغييره واستبداله بنظام ديمقراطي يتيح ألا تجد أن أفهم من المنطق الكثير يعني فيها من المنطق فيها دعوة لكن هذه دعوة دعوة مثالية ولا تستقيم مع وقعنا وصرنا وراها ما كان لو فكرنا بهذه الطريقة أصلا ما كنا نفكر في أن نحن نعيش خارج ليبيا أي نظام عربي كان موجود لم تطبيق لهذا السلام طيب لم تطبيق هذا مسألة الانتقال لم تكن مربكة بحسب ما فهمت منك لم تكن مربكة لم تؤثر على تماسك العمل نعم كانت سلسة جدا كانت سلسة إلى بعد وعلى ما يبدو أنها كانت في صالح الجبهة بالتأكيد كان في صالح يعني بالتأكيد إحنا أعتقد ما كانش لو ما سقطش النظام الرئيس نوميري كان حيكون عندنا مكانين يعني حيكون عندنا السودان وعندنا العراق لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يسقط هذا ولهذا سياستنا وتوجهنا الدائما بأننا نبحث عن أكثر من نقطة وثوب وأكثر من نقطة امطلاق أسعفنا في هذه الطرف هو جزا الله حقيقة الإخوة في العراق جزاهم الله كل خير يعني موقف كان هنا توفر لكم مستوى دعم يعني تقريبا في حدود إمكانيات دولة قائمة نعم صعيب وحتى لما حصل الاستنفار في هذا الموضوع بالذات الموضوع الدعم العسكري استنفار الجزائر استنفار الجزائر لما حصل في الخمسة وثمانين أيضا الإخوة العراقيين وقفوا معنا وبعثوا بسفينة خاصة كان حاملة عتاد وأسلحة كل لنا كانت على نازل أو كانت لكن على ما يبدو على الحلود الجزائرية هذا الدعم العراقي اللي في مستوى يعني إمكانيات دولة وتيحت لكم الآن كيف استثمر وين انعكس يعني في عمل جبهة في هذه المرحلة انعكس فيه تواصل عملها تواصل بمعنى أن الحمد لله شعرنا بأن أمرنا طيب أي المحطات أو الأعمال التي أنجزتها الجبهة ويمكن القول بأنها كانت ثمرة لتوفر هذا المستوى من الدعم بعد انتقالكم بالعراق هو لم بعد انتقالنا العراق هو فقط كالآتي هو أو أن تبقى جبهة متماسكة أو أن تعقد مؤتمرها تعقد مؤتمرها أو المجلس الوطني ضد من الإقادة الثانية وتعقدها بنجاح بطريقة متماسكة بطريقة فعلا تؤكد فيها على منطلقاتها وعلى على مسيرتها وعلى اختياراتها للأسير الآن نتحدث عن دعم في مستوى إمكانيات دولة قائمة ولهذا طبيعيا ينعكس هذا في شكل نتائج يعني عمليات تنفذ تحركات هو العمليات يعني طبز يعني ناخد عملية من هنا أخذ السلاح من هنا نديرنا عملية وطبعا زي ما ذكرت لحضرتك هذا السلاح اللي أول لرقم واحد السلاح اللي حصلنا عليه من العراق للأسف شديد لما وقع الانقلاب في السودان ما نستطيع أن نسترد منه شيء كل مجلس العسكري في السودان نعم رفض أنتم لستوا في حاجة إليه الآن أنتم الآن عندكم مخازن دولة مثل العراق بس كنا كنا نخطط العراقيين كنا نخطط لعمليات معينة ومجاهزين لأسلحة معينة الآن خضية جديدة وضع جديد كنا عندنا حتكون عندنا بخيرتنا الخاصة اللي حمستنا مننا قواربنا الخاصة فيما بعد دكتور ما بعد انتقالكم إلى العراق يعني أنتم عندما كنتم في السودان كانت هناك عملية باب العزيزية طيب هذه الأسلحة عندما كنتم في العراق ماذا قابل وجودكم في العراق من أعمال نفذت انطلاق البرنامج استمرار البرنامج الإذاعي هذا أمر سهل لا أسأل عسكريا أي وعسكري وحتى عسكريا العسكريا الأمر يحتاج إلى استدريب تدريب خاص ومعين حسب حسب الخطة المطلوبة يحتاج إلى إعداد خاص يعني تخطيط خاص إمكانيات خاصة تبحث عن نقاط وثوب إحنا العراق لم يكن يشك نقاط وثوب عندنا هذه أحد المشاكل على أنها دولة غير حدودية غير حدودية فهذه طبعا مستعدة أن يساعدك لكن هذا الأمر يحتاج إلى ترتبات خاصة فطبعا هذا هذا اللي خلانا نحن في مرحلة تالية نعد أو نقوم بموضوع الاستنفار للجزائر اللي هو سنحكي عليه إن شاء الله في وقت لكن ما في شك أن معنويا ونفسيا ومديا أصبحنا في حالة طيبة تعافينا من صدمة الصدمة السودان وهي صدمة بعد صدمة السودان بعد صدمة باب العزي هذا يا عمرين مش بسيطات كفلات بأن يهد أي تنظيم لو كان ما عندش تماسكه ما عندش عزيمة قوية الحمد لله طيب الدعم الكبير اللي توفر في العراق ربما نعكس حتى في مسألة تأسيس أو دعني أقول مشروع الجيش الليبي اللي انطلق في الثمانية وثمانين هذا طبعا التواصل لما واحدة من الحاجات طبعا اللي حصلت في الموضوع هذا أن إحنا إحنا في الإخوة واحدة من الحاجات الطيبة اللي طلبوها مننا وإقترحوها علينا الإخوة الجزائية العراقين أن كان فيه مؤتمر قمة حينعقد تحت شعار قمة عربية ينعقد في نوفمبر سبعة وثمانين في الأردن تحت شعار تنقية الأجوال العربية اللي عمرها متنقت هي ظلت دائما تسعي إلى بناء مصالحات ما بين الأنظمة العربية وكان من بين التفاهمات اللي في هذا الموضوع هو إقاف الإدعاة هذه المستضافة من قبل اختلف البلدان واجهة إقاف الأعمال المعادية كل صور حلم من الأحلام البائسة التي كانت لتكريس الظلم وتكريس الطغيان لم تكن فعلا من أجل راحة شعوبها سنأتي في حين ونرى إذا كان هذا المسعى تحقق في النهاية أثبر نتائج اللي حصل طبعا لم يحصل كلنا دفعنا وغيرنا من المعربات دفعنا تم لهذا هو تواطئ بين في النهاية تم التنقية الأجوال العربية بحسب مفهوم المهم ولم يضم طويلا سنأتيها دكتور لكن دعنا نستكمل الحديث في موضوع نعم فالحديث نتحدث على الجيش الليبي فلحصل أن فنصحونا الإخوة العراقيين كانوا معنا أمنا قالوا أننا نرى الآن في هذا وهذا التوجه الموجود هذا المؤتمر قادم وهذا التوجه الموجود فيه ونحن مضطرين أن نساير هذا الشعار المرفوع وتنقية الأجوال العربية وبالتالي سنتوقف عن استمرار كنفي عن دعم كنفي ما يتعلق بالأمر الظاهر اللي هو الإذاعة المهم نصحونا بأن قالوا أن الآن تستطيع تتوجه إلى شاد وعلى أساس أنه في ذلك الوقت كانت العلاقة بين العراق وبين شاد قوي جدا في سياق حر صراع بين العراق وليبيا فكان طبعا ضرب السعيد ضربها من خاصرتها الجنوبية ضرب ليبيا من خاصرتها كان النظام العراقي دعمت شاد في حربها مع ليبيا نعم فكانت العلاقة طيبة وبالتالي قالوا أننا ستستطيع وتتوجه هنا سنساعدكم في هذا وفعلا بعدما قررنا نرحل من هناك منخضر يعني ف وصلنا هناك وساعد ساعدونا ننطلق صوت الجبهة من لكن عندما نتحدث عن دعم عراقي هل يمكن أن نقدر حجم هذا الدعم خاصة في هذا المستوى عندما بدأ تفكير بتأسيس دعم 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 صار موضوع حزيمة الجيش الليبي في مواجهة القوات التشادية ووقع الضباط اللي وقعوا في الأسر ومن بينهم عقيد حفتر بعدما حصل بعدما حصل هذا نحن صادف أننا كنا انتقلنا إلى إلى التشاد بالإذاعة وأيضا بالفدائيين بتاعنا متى تحديدا انتقلتم الكلام هذا في أبريل سبعة أبريل سبعة ثمانية قبل هذا التاريخ لم يكن لكم أي وجود في التشاد كان جول قصة تشاد كان عندنا كان في زيارة سابقة جول الموضوع علاقتنا بالتشاد كان في زيارة في الثلاثة ثمانية لكن ما ترتبش على أي شيء لكن فعلا بعد هذه احنا تحركنا نحو نحو تشاد فكان عندنا وجود بالفدائيين عدل الفدائيين متاعنا اللي كانوا موجودين في مصر وكانوا في العراق وفي ما كده فتواجدوا هناك فلما صار الوضوع الأسرى وأيضا صار تطورات بحيث أنها توصلنا إلى حنحكي عنها بالتفصيل لما نجه للموضوع الشعب إن شاء الله إن أسس هذا الجيش كان طبعا من حتياجات المهمة جدا عندنا كان دعم مالي كنا نحتاج إلى دعم مالي حقيقة الإخوة العراقيين دعمونا دعم مالي غير عاتي بعدين فيما يتعلق بالسلاح وبالعتاد أيضا أذكر في شهر عام 88 بعد تأسيس الجيش بعدما علننا تأسيس الجيش وضعنا الخطة طبعا أسس الجيش في 21 يونيو 1988 سنتحدث عن كل هذا التفاصيل لجانب العسكري من عمل جبهة سيكون معنا في حلقات كثيرة نعم في 89 لكن الآن في موضوع العراق نعم في 89 سبتمبر 89 سبتمبر 89 حتى نعم كان زودتنا العراق بناء على طلبنا طلبي أنا شخصيا اسم الجبهة من العراق في رحلة مباشرة في بعد هذه الصادفة بعد توقيع الصلح أو الاتفاق على السلام بين إيران وانتهاء الحرب بين إيران والعراق كان في أعتقد في أغسط 88 ففي 89 نعم نرى طبعا فترة طويلة فالمهم أن في سبتمبر ولا واحد سبتمبر 89 أرسلت أرسلت الحكومة العراقية للسفارة الليبية باقت ورد مناسبة أول من سبتمبر طبعا في نفس هذا التاريخ أرسلت الحكومة العراقية الدولة العراقية لنا في في تشاد حمولة 43 طائرة أسكرية ثلاثة منها عين ومؤن تأتمور وغذائية والبقية كلها أسلحة من كل أنواع الأسلحة طلبناهم يعني هنا لم ينقص العراقيين إلا أن يحركوا طائراتهم القاذفة لتقاتل معهم حقيقة هذا حق الأمر طيب وصلت هذه فهذا طبعا أنا وريدك أن تقدر الحجم لهذا الدعم يعني حجم وصل للمليارات يعني تأكيد 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 لا لاش حدود يعني ما لاش حدود ما لاش حدود يعني ولولا الموقف المبدعي والراسخ اللي وقفات العراقية الرئيس صدام لو لا هذا الموقف ما كان ما كان نحصل على هذا الدعم وكنا طبعا هذا جعلنا في وضع وحنحكي القصة كيف وصلنا إلى هذا طيب فالمهم على الطرف الآخر طبعا في جانب آخر إنساني يعني لازم نتحدث عنه بالنسبة لنفس الفترة هذه اللي كنا فيها في العراق يعني قبل لغات العراق أولا تهيأ يعني يعني أعتقد نفسي من المحظوظين والناس اللي أعتقد كان لهم فرصة أن يرتقي بالرئيس صدام قراء مش أقل من خمس مرات المرة الأولى اللي ذكرتها الحضر الضاك اللي كان فيها أول لقاء وتعارفك وتفاعهم اللي كانت في أربعة ثمانية في الأربعة ثمانية نعم في نوفمبر أربعة ثمانية يعني المقابلات الأخرى كانت في على امتداد السنوات التالية حتى الآن تسع وثمانية وكان في معظم هذه اللقاء طبعا كانت أنتقي فيها مع الرئيس وكان فعلا يعني لا يتردد في أن ينصحني بأمور كثيرة في التعلق بالنصارات وكنت حقيقة أستمع أستمع لها كنت أستمع لها وأستمع لها بإنصات لأن كان يتحدث بلغة وبخطاب فيها حرص غير عادي على ما ليس فقط على العراق إنما على الأمة كلها العربية وقضاياها وهجود وبعض هذه اللقاءات حصلت حتى لما جيت إلى العراق كان هو موجود على الجبهة بين حرب بين إيران وبين وقتله عند هذه الحدود الإيرانية العراقية كان موجود في مقر قيادة على خط المواجهة نعم وعندما وصلت تم نقلك إليه وكان جزء منها أعتقد هو روح لي منها نوع من التدريب ونوع من اختبار لي نوع عريكتي نوع استعدادي لمثل هذا لمثل هذا وتأكيد فيها أشياء وتأكيد كانت مفيدة طبعا وحدة من اللقاء للأسف شديد كان كان سبقها أن النظام الليبي أرسل موفد خاص لنقابة الرئيس صدام كان يحمل معه صورة مزيفة مزورة لي أنا مع الخميني على أساس أني أنا والروح أن هذا الشخص اللي أنت تعاون وتساعد وقعد هو يلتقي من خلفكم من وراكم من ظهركم يطعنكم في الضل يلتقي مع أدوكم طبعا تبين الإخوة تبين رئيس صدام هذا كلام قال لي رئيس صدام نفسه تبين أن الصورة مزورة لا تعني شيء اللي حصل أكثر من هذا في هذا اللقاء إنما جاء مزيد دوردة هناك كان أشار لي في الحديث أشار لي بعبارة لم يذكرها لي الرئيس صدام ويبدو أن لم يرتاح لها فقال لا ينبغي لك أن تقول هذه الكلمة في وصف في حضوري وفي وصف رجل مناضل شريف مثل فلان نهر على هذا ماذا كانت العبارة لا أدري بالتأكيد قال لا الكلب ضال أي شيء من هذا اللغة الأسف الشديد وأنا حقيقة استغربت الرئيس العراقي السابق صدام حسين هو من نقل إليك تحدد معي وبعدين أكدوها لي جماعة لي لي أكدوها لي ما كنت أحتاج إلى تأكيد في حديث عارض تكرر ذكر الموضوع هل يمكن هنا القول بين نشأت بينك وبين صدام حسين علاقة خاصة جدا أعتقد واحترام خاص وتقدير خاص وهذا شيء من الحاجات الكبيرة العظيمة اللي صارت في حياتي أنا شخصيا وصل به الأمر إلى حتى أنصحني بعض نصائح الخاصة فقال لي مثلا في جلسات نصحني من نصيحتين وفقال مهمات جدا لأي مناضل إنسان يخوض نضال في مثل وضع فقال لي حاجتين أنصحك بالشيء الأول أن تغلى نصيحتين تغلى في نفسك لا تترك نفسك مفتوح معروف لمن حولك للعالم فخلي نفسك مغلف بأسرار نوع من فقلت لأ والله لأسف هذه نصيحة متأخرة جدا من نسباني لأني لأني انتهاج نهج وعشت في ظروف كان لازم نوضح فيها نكون فيها مفتوح حتى قضية الديمقراطية هذه اللي يحكي عنها هل يتحدث عنها هذه نصيحة لا تستقيم مع موضوع الديمقراطية فقلت لش الكلام هذا نحكي لحضرتك لان هذه نصيحة الأخرى ذهبية جدا وطبعا كان فيها بعد نظر عنده وأعتقد سمعت أنهم يتبعوها حتى يتقيدون بها في صراحهم وحربهم لخلي وسائل التواصل بينك وبين من يعني أمرهم خليها بدائية في أبعد حدود البدائية وإذا كان استطعت أن تكون أباشرة فالتفعل ما أمكن ما أمكن لأنك لو تدخل في هذا العالم عالم هذا التصال الإلكترونية هذه معنى أنت سلمت نفسك لكل أعداءك هذا في حين في الثمانينيات كلام كلام اليوم طبعا الحمد لله أنا مطارنة بما هو عليه الواقع الحمد لله الآن لست في حاجة إلى أن أغلف نفسي بأسرار والله لديه مفتوح بس كان في عين فتدل على نظرة الرشاة أيضا أنت التقيت بأكثر من شخصية رئيس عربي في تلك الفترة التقيت بداية برئيس الفلسطينية سلعرفات التقيت برئيس السوداني زعفر النوميري التقيت برئيس المصري حسني مبارك الآن نتحدث عن الرئيس العراقي صدام حسين ليس هناك مقارنة بين أي شخصية عربية أو زعيم عربي أنا قابلتها قد يكون بين الناس اللي لم أقابلهم شخصيات لكن لكن في من قابلتها كان مثلا بالنسبة لل الرئيس نوميري حسب إمكانيات بلده وحسب ظروفه وحسب يعني بالتأكيد له خصائص وجوانب طيبة وراية لو بحثنا الفروقات الملك عسين لما قابلتها يعني هزني فيه شيء غير عادي اللي هو أنه رجل كان متواضع إلى أبعد الحدود لدرجة أنه أفتح لي باب السيارة وأنا أغادر القصر المتاع يعني يعني أنا هنا أسأل عن صدام حسين ترى فيه رجل دولة بكل ما يقال عنه بامتياز رجل دولة غير عادي ورغم كل ما يقال عنه من مساء الاستبداد والتعامل العنيف مع الخصوم بالتأكيد بالتأكيد وهذا أمر غير لا يوجد ما يبرر لا يوجد الاستبداد والظلم والطغيان هذا أمر لا يوجد ما يبرر لكن هل يمكن الفصل دكتور ما بين حالة الطغيان اللي مارسها أي رأنيس وحالة الممارسة السياسية مهما كانت مزايا ممارسة السياسية هذا أمر هذا أمر يخص هو هذا حقيقته هذا بلده هذا التاريخ بلده هذه الظروفة هذه الظروفة السياسية هذه التحديات اللي كان نواجه فيها هذا لا دكتور أنت مدحت الآن أنا أمدح نعم أذكر أنا أعتبر رجل دولة من طراز فريد كنت أتمنى من كل أعماقي أن لا يكون طاغية لماذا كان طاغية؟ هذا أمر أورى أمر عند الله سبحانه وتعالى هذا التناول هل يستقيم أو لا أنا أتعامل معه وأنا أعرف أنه طاغية وأتمنى أنه لم يكن طاغية هل تجد بأن أنا مطمئنة إلى هذا الأمر ما عنديش ضمير سميني ما عنديش ضمير أنا مطمئنة ما عنديش دين أنا ليكون تفسيرك هذا عندي ازدواجية سمي هذا لكن أنا شخصيا لم أكن وصية عليه دكتور دكتور أنا أبحث عن تناولك أنت الشكل اللي أنت كنت تتحرك وتنطلق وفقا لي فقط حتى نعرف كيف كنت أنا نحكي على هذا الأمر أنا كنت أولا أنا إنسان كنت صاحب قضية وصاحب مظلمة وأنا أريد أن ساعد بلدي في أن تقضي على هذا الطاغية لأنت وجدت ملاذ وجدت دعم ومساعدة من هذا الرجل هل أنا يحق لي أني أنا أعمل نفسي وصي عليه وناصح له وأنك أنت يجب أن تتغير ويجب أنك أنت اللي قادنا لهذا الحديث دكتور ليس مسألة تعاونكم مع النظام العراقي في حينها برغم ما هو عليه صدام حسين اللي قاد لهذا الحديث أنك أنت الآن مدحت بشكل يعني أنت سألتني شنو تقييمك له أنا هذا تقييمي له تقييمي له أن رجل دولة ومش معنى ذلك أن رجال دولة الوحيدين بس للمسلمين يعني في نصارى في مسيحيين في يهود رجال دولة تقدر قل عنه رجال دولة بمعنى رجل دولة المدين مش معيار هنا نحن نتحدث عن حالة طبيع زي ما قلت لك هذا رجل فعلا في هذا الجانب في هذه المثلبة أنا لم أنكرها ولم أقبلها لكن هل أنا مهمتي مهمتي كي أتفاهم مع هذا الرجل وأطلب أحصل منه على هذا الدعم أني أنا نجي نقول له والله أنت طاغية أنت ما يجيبش أنك أنت تكون طاغية يجب أن أتغير عمره هذا تفجير لا 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 مش مسألة شكل التعامل أو كيف تخاطب أنا الآن أعقب على مستوى مديحك للشخصية أنا قلت لك تأسيح نصيحتي خلينا نسألك بشكل مختلف دكتور خلينا نقول لك حاجة وسألقر شوية أولا شنو المديحة مديحة له شنو الآتي شنو مديحة له أمدح في شجاعته نعم رجل شجاعة لم يكن هناك شجاعة قائد بنفس الشجاعة اللي كان عليها صدم أسهل سميني أي رجل الشجاعة في الظلم شجاعة دكتور يا أخي أنا أحكي لك حاجة شجاعة خلينا أنا أقول شجاعة في الظلم لا أريد أن أستعرض معك تاريخ هذا الرجل وموقف حتى أخر لحظة في حياتي لا 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 أيها خلاص إذن بعيدا عن شخص ما ندخلش في هذا الأمر صدام حسين أنا أنا ناقش المسألة كنموذج الآن وليس كشخصية أنا كنموذج أنا قلت لك ريت كالهاتي رجل دولة أن يجمع رجل دولة أنا أصفت لك بأنه رجل دولة نعم هو رجل دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة حتى ولو كان مستبد هذا أمر استبداد شيء وأمر أن رجل دولة شيء لأن رجل دولة قلت لك ممكن توجد في أي طيب تجاوز الشخصية في ذاتها أنا الآن أبحث معك مسألة النموذج هل يستقيم أن يجتمع رجل الدولة مع المستبد في شخصية واحدة ممكن أن يستقيم ممكن أن يستقيم ممكن أن يستقيم أن يوجد هذا الأفضل أن يكون رجل دولة وعادل أما لا يكون رجل دولة ولا يكون عادل هذه هي المأساة هذه المأساة التي نعاني فيها وعاني منها أمتنا أن تقبل فكرة المستبد العادل هذا موضوع فلسفي وكبير وخلينا نخرج عنها بس خلينا نحن نكلم على هذا الأحد أنا أتمنى فعلا كنت أتمنى أن يقول كنت تعبين نستعمل فيها حتى بين بعض الزملاء نقول إخسارة أن يكون طاغية وياريت أن ما كانت طاغية ليش كان طاغية هذا أمر أمر عند الله سبحانه وتعالى تجاوز الحالة دكتور الشخصية لأن تجاوزها أنت يعني رجل بعد هذه التجربة الطويلة جمعت من يعني بالتأكيد من ما يمكن أن تشكل به أحكام يمكن أن يستمع إليها بالتأكيد الآن نسأل نسأل على رأيك نسأل على رأيك أنا هذا الرجل هل أنت هل قابل بفكرك المستبد العادل أو لا الآن الآن لا تقول لي فلسفة دكتور أنا أسألك بناء على تجربة حياة رأيت موضوع المستبد العادل هذه فكرة مطروحة من مرحلة أذكرة يعني هل الخيار هو الخيار بين في هذا الأمر ما أعتقش فيه خيار نتمنه واللي نسأل إن شاء الله في حالة ليبيا أن يكون فائلا عندنا مش مستبد رجل الحاكم حازم حازم والاستبداد غير الحزم وإن يكون عادل وقبل قبل أن يكون حازم يكون عادل لكن قضية أن جيب لي قضية استبداد كخيار الاستبداد كخيار أنا أرفضها بالكامل يكون حازم نعم شديد نعم هذه نعم أنا مع طيب إذا كانت برأي في هذا العمل طيب الموضوع بسيط يعني أخذنا المسألة يعني بهذا الشكل يعني بكل بساطة أعود معك إلى مسألة المقارنة بين الشخصية الرؤساء اللي أنت التقيت بهم يعني وأنا سألتك عن شخصية الرئيس عرفات مبارك وأن ميري صدام حسين أيضا التقيت الملك حسين التقيت الملك حسين التقيت الملك حسين التقيت الملك حسين عليه لأمور كثيرة تتعلق بالمنطقة والله بالأمة والله كان في تعريف بأنفسنا بمن نحن يعني و انتهى اللقاء بهذا في هذه الحدوث يعني فبالتالي ما استطيع إلا من خلال قراءاتي الأخرى الخارج لكن نحكي لك من خلال اللقاء المباشر هو هذا يعني فعلا هزني جدا هذا الموقف منه هذا التواضع هذا التواضع الجم هذا التواضع اللي لا يعرف الحد أن ملك دولة يجي ودع خلينا نحك عندما نتحدث عن علاقة الجبهة بالأردن يعني الآن ناسأل هل وجدت فارق بين الحالة الثورية اللي كان يعيش فيها كل رئيس من هؤلاء رؤساء يعني هل تجسدت حالة الطغيان الثوري في بعض تلك الشخصيات لا أعتقد كان فيه كان فيه حاجة عدا 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 طبعا بالنسبة ياسر عرفات أيضا اللقاءات كانت محدودة والمشكلة أنني في هذا الأمر كنت أسألني عن موضوع تخرجني فيه عن دلالة اللقاء اللقاءات اللي حصلت تخرجني فيه عن دلالة اللقاء اللي حصلت إلى تقييمي للشخصية بصفة عامة لأنني لما نجي نقيم لك سيد ياسر عرفات سأتحدث عنه بما في ذكرتي مش بما حصل باللقاء بين وبين بما قرأت عنه وانا لست وفي وارد هذا الأمر لا أنا سأل من خلال مشاهدتك أنت مباشرة يعني في العلاقة الإنسانية في عطار الأدب الجم الاحتفاظ الإصغاء الإصغاء في الاستباع لكن الشخص الوحيد اللي تهيئت لي فرصة اللقاء مع مرة واثنين وثلاثة واربعة ومن حق أنا أصور في نفسي أن يعني فهمت كثير من جوانب شخصيته اللي هو الرئيس صدام حسين لهذا سمحت النفسي أني تحدث عنه لكن الأخرين كانت لقاءات محدودة كلها لقاء واحد تفاوت المدة في العراق كانت هناك أكثر من محاولة اغتيال جرت وتم استهدافك من خلالها أيضا سعى القذافي لتسليمك من قبل العراق طبعا فبذات أن يطلبني يستاهد بالإقاعبية في العراق هذا طبعا أمر طبيعي وطبعا قبل أن نشير قبل نشير لهذا الموضوع أشرت سبق أني أشرت لموضوع ولدتي نعم سبق وذكر لهذا طبعا موضوع يهزني كإنسان موضوع يهزني كإنسان ورجل في عنده شؤون كثيرة في هذه الدنيا فمجرد ما سمع بأني أنا ولدتي تعاني من مرض السلطان أمر فعلا وعلى طول استحضارها ووضعها في أحد المستشفى المستشفى كبير جدا طيب سبق سبق وصرف هذه الوقاعة رحمهم الله جميعا وربي يعني لأننا تقريبا نوصل لنهاية الحلقة دكتور ونود أن نختم موضوع علاقات الجبهة مع دولة العراق في هذه الحلقة هذا موضوع للمحاولات الاغتيارات كثيرة جدا حصلت كثيرة فلا أدري شنو باقي من وقت يمكن أن نتحدث في هذه الجزئية مثلا سعي القذافي لاغتيارك أثناء وجودك في العراق أثناء وجودك نعم مش بس سعي اغتياري وأيضا أكثر من هذا أنه حاول يغري العراق بأنه يسلمني وأنه يعقد صفقة تسليم دي فهذه محاولات كثيرة إذا كان ترى نخل فيها في النهاية دخول العراق في مواجهة مع إيران وما تبعه من أعباء ألقيت على كهل النظام العراقي نتيجة هذه الحروب التي خاضها وثلاث ذلك حرب الخليج وما إلى ذلك هذا العبء الذي كان واقع على النظام العراقي أثر على علاقتكم به بأي شكل من الأشكال يعني يصلاق لم يحدث لم يحدث فعلا لم يحدث وربع حتى أنه كان ممكن كان ممكن يحصل كان ممكن يحصل أنه كان تكون نقضة ضعف عند الرئيس صدام والحكومة العراقية أنه كان في هذه الفترة كانت في حالة حرب مع إيران وكانت كان القذافي يزود في إيران بالصواريخ الدك بها البغداد وكان ممكن هذه كل نقضة ضعف يستغل القذافي وحاول على هو حاول يستغل بأنه إذا كان أنتم تسجيبوا لما أطلب منكم وهو تسليم المعرضين في بغداد تسليمهم هو حي كف عن تزويد طيب على كل أنا أعتذر منك وصلنا لختام هذه الحلقة نواصل الحديث عن حولاتها شكرا أيضا علاقات الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بالدول العربية سواء عربيا أو إقليميا في الحلقات القادمة إن شاء الله أشكرك جزيلا شكرا الدكتور محمد يوسف منقريف كما أشكركم أيضا أنتم السادة المشاهدين على كارم وطيب متابعة هذه الحلقة إلى اللقاء شكرا لك شكرا اشتركوا في القناة